نبيل عمري بأنه لاعب يمكن أعادى بين الوراء منتخبات لي ما غير ترحمك ش ربما في هذه الأخطاء الرهال اليوم هو نبحثوا على لاعبين كيف مقوت اللي يكونوا يلاعبون في أم بلوكول قرار مفاجئ للإعلمين للجمهورة للجيش اللي هاتين المصار دياله بدأ في سعده 8 رجل كبير كبير في السين أباح المدريب الزاج عنده أبون لوند عام لا يكمل عاماً على المنتخبات يكمل عاماً وش فريق جديدة عنده البوتنسيال باش ينفس على البطولة وكاذا ترسالة وآخرها لا يسمونها فهم لا يسمونها نعود أن نقولها للمسيرين فرقنا اللي تيج والصداع والتطحونات والأمور لأخراكم عارفينه والنادي المكناسي أكثر فريق تضررها الموسم من غيار الجمهورة كان عارفوا اللعاب المغربي وحضور الجمهورة بالنسبة له مهم قد الوضع عليك تعيش أولانبيك خريفك هو نيتاج يعني ترقوا مادة المجموعة من سنوات كل فرقات قريبة نحلية في أصغر مدينة في أصغر قرية عندها جمهور هاليون عندي مرجعية في الهوات وكلهم عند مقاعدات جماهرية رمليكا ما نختاروا اللعبين أراك نشوفوا ليبطش في اسبوع وش هذا منطق؟ فوضاء صحيح فوضاء أهلا وسهلا ومرحبا في عدد جديد من ميطا هاد الأسبوع النقشو مواضيع عديدة كما العادة المنتخب الوطني أمام إفريقيا الوسطى جوج المقابلات بخلاصات كبيرة وكذلك نسميها لفالز ديز انتخينير في البطولة الاحترافية بزاف المدربين تمت إقالتهم لأسباب مختلفة سنتكلمون كذلك على وضعيات أولمبيك خريبغا ومواضيع عديدة تخص القسم الوطني الثاني وسنتكلمون كذلك على أقصام الهوات والتأخر الغير مؤتد اللي عرفته بطولات أقصام الهوات فالحلقة سيكون معي صديقي إدريس عموري من أينفاند كات مرحبا بك مرحبا حمزة سعيد تتواجد معاك ومرحبا بسي محمد كذلك الأول مرة تلاقينا سعيد جدا حمزة باش نكون معاك اليوم فرصة أيضا اللقاء دي لسيدريس بلي دخلتي في الأجواء تشتا لدي واحدة نظار بنسكم عارفتي الفصول كاب أنا تخريف مرحبا مرحبا لاحظة حيث الأجواء كان شوية بردان صباح الحمد لله لشتا الحمد لله لشتا الحمد لله لشتا حمد لله لشتا وبلا سرعة وبلا نطول عليكم ميتا بودكاست ينطليق الهد كما قلنا في الموضوع الأول المغرب الأفريقي الوسط إدريس تفرض شيف مقابلات بجوش قدرون قولوا لك كوبي دي لدليماتش متشابهة بجوش قدم فيهم منتخب الوطني كنظن العرض جيد النتيجة قريبة كذلك ماذا من الخلاصات الأساسية في عوارض اللي ربما تقدر تخرج بهم هذا الماتشات بالنسبة لي المنتخب الوطني المغربي أعطنا واحد هوية لعيب واحد نشيط هجومي اللي غاب علينا في المباريات الأخيرة وصلنا لواحد المرحلة كنت سألوا واش المشكل التقني واش المشكل في اللاعبين لأنه تكولت لنا واحد صورة قاتمة وما بقيناش عارفين المنتخب الوطني كيفاش غدي يحاول يطور من أسالي اللي تلاعب دياله خصوصا احنا قرب للسحققات اللي كانت تضروها جميع بالنسبة لي أنا في مباراة إفريقيا طول المباراتين كانوا جيدين عطفاً على شنو تابعنا بالنسبة لي كان من طرور نشوفوا الوجه المنتخب الوطني المغربي يعني بعيداً على اللي قادر التكنيك دياله كانت تكلموا على حاكم زياز وكانت تكلموا على إبراهيم دياز كان من طروري كذلك نحاول نجرب أسماء جديدة ونشوفوا واش قدر تحمل المشعال يعني وتلقى بلصها وسط المنتخب الوطني المغربي خصوصاً اللاعبين ديال البطولة الوطنية الاحترافية ونحييهم لجمال حركاس ولحتى اللاعب يوسف بالعمري أداء جيد سيفغي أنه منتخب إفريقيا الوسطى ماشي واحد المنافس اللي قوي ويقدر يعطينا واحد صورة شاملة على فين المنتخب الوطني المغربي يوصل ولكن في المجمل كان إرادة في تغيير كان إرادة في لعب واحد كورة قدم هجومية لألف وقت تمتع عين ديال المنتجبع المغربي اللي كيعشق قورة القدم الحديثة واللي يعني تقدر يعني تقودنا يعني الهدف اللي كانت سنوه جميع الألواء هو التتويج إن شاء الله بكسة إفريقيا نتفق ما في هذه الخلاصات نستيمو؟ أنا غل نبدأ من نقطة اللي سالة بها دريسية ديال قل وصحيح بأنه المنتخب الوطني ماشي المحك ربما الحقيقي الحكم على مادة جهزية المنتخب الوطني أنا في نظري ما غداش نتفق مع بزاف الناس اللي كيقولوا ماشي محك لأنه كورة القدم الإفريقية مبقاش فيها منتخب صغير ومنتخب كبير والدليل هو رشفنا منتخبات يعني تعتبر من المنتخبات نقوله من صغيرة نقوله منتوسطة إفريقية وحلت معها منتخبات كبيرة وحلت مع منتخب جزر جزر القمر وكان مجموعة من المنتخبات الأخرى وبالتالي لا يجب أن نستهينا بالخص لأنه منتخب الإفريقية الوسطى أكيد بأنه من المنتخبات التي تطورت التي تتطور في القرى الإفريقية في سنوات الأخيرة بالنسبة لي أن حصيلة جديدة المباراة تعدي الأهداف مهم جداً هذه الحصيلة هذه تتعدي الأهداف جديدة المباراة بأن المنتخب الوطني المغربي والذي نحن نصل في الثلاث الأخير كان مربع العمليات وكان خلقوا فرص تجيل وكان نرى الزلزولة كيف يدخل وكان يحاول أن يخلق زيادة عددية نرى هذا أيضاً بن صغير أكيد كبير المنتخب الوطني المغربي في هذا المشهر يبقى أنه أكد القيمة التي عمرنا مشكينة فيها بن صغير نضع أيضاً على بالعمري هذه الجهة كبيرنا بالعمري بأنه لاعب يمكن أن أعادى بين الوراء لا يقع إذا كان بالعمري أكد على أنه ربما ظهر بمستوى جيد أنا أدرى أن أرى محور الدفاع كبالية والله أعلم أن تقدروا تختلفوا معي وأنه المنتخب الوطني إلى ربما هل المشكلة كان لدينا حلدي العقم الهجومي والذي نسجله كثيراً والذي نحضر يعني يعملوا بشكل عمودي وكثيراً وكثيراً ومبعض والذي نصدر 10 مم كانت تيري من ماركيه وما تبقى نعيشينه في كورة ربما في الدفاع الكورة تخرج نقية أحسن هذا لأنه حركاس عنده ميزات تقنية يقدر أنه يخرج كورة مزيانة نيف كذلك ولكن كانوا أخطاء دفاعية ربما مقلقة لأن اليوم لابتماع أفريقية الوسطى ولكن لابتماع أفريقية الوسطى أطلع مع القابون أطلع مع مصر أطلع مع جزائر أطلع مع تونس منتخبات التي لا ترحمك ربما في هذه الأخطاء المرتدد لأنه من كان نظره على وليد مزيان تمشي وتدير زيادة عددية وتضغط والذي كان نخلقه فراص تنويع الأساليب تسديد من بعيد كان نحاول ندخله بلايسار كتباً كان نستطيع التعامل بالنسبة للمنتخب الوطن هل أنت تهدر على السبب؟ هدر عليها لأنه نحن نقلب على واحد ديو ديفانسي الذي يلعب في مرة أخرى ويكون لعب أساسي ويكون لعب ألاف يلعب في مرة أخرى لكن لا يكون لديهم مشاكل مع متسوى تغطية دفاعية ويكون لعب أساسي بطبيعة الحال كان نظر بأن جمال الحركاس توفر في هذه الشورط ولكن ما زال خاص الخدمة كانت أنه العودة لبعض الأسماع التي يقدر ينادي عليها وليد الرجاجي بحل شدي الرياض الذي رجع للميران مع كريستال البالاس في المجمل رجع لياميق وكان حتى رومانسيس وقال بأننا رومانسيس كنتباع سيكون صعب لأنه سيكون صعب ولكن سيكون صعب في المخيلة هذا هو السؤال الذي يتطرح أظن أنه لو لم يكن صعب لأنه لا أظن شيء في المجمل في المجمل اليوم نبحث عن اللاعبين كيف يلعبون في أمبلوك لأنه لا نحن نتوفر على مدافعين لا نتوفر على محور في الدفاع الذي يستطيع أن يلعب في أمبلوك يلعب جيدا ولكن رأينا في ماتش آخر كان لديه مشكلة كبيرة خصوصا لأنه كان صعده القدام ولكن تتكلم على أمبلوك لأنه تبدأ السيرورة المتربطة واضح دوزل البطول احترافية بسرعة والخبر الأول الجيش الملكي بعد ترقب طويل أقال مدربه البولندي وعينا مشني فيتش آه مشني فيتش باي باي مشني فيتش ومهنو بيبار فلود الملقب بالقطر للشاء قرار مفاجئ للإعلمين للجمهورة الجيش الملكي يسمعنا زينباور يسمعنا عموتا يسمعنا السلامي يسمعنا كارتغان يسمعنا عصام الشرعي يسمعنا باكيتا يسمعنا باكيتا مقاقا وردي ولا ولا يسمعنا يسمعنا مفتالي مدرب حاصيل عنده متواضع على مستوى القارة يتسالم زيان ما هنجحش بزاف يبدأت الدريب في تسعودة ثمانية كبير فلاش كاليك يقولك متجاوز ربما تفلسفتو في الكورة قريبة شوية المدرب البولندي ما عرفتش أنا تفاجأت بالقرار كيف مالا؟ أنا شخصيا تفاجأت أنا أعطيك رأيي أنا قاعدتني تضحكة واحد وقت كمسكا ما توصى بوغصى كالثاين أيام ميشنيفيتش تعطلوا في الانفيصال عليه أنه حاصيلة دياله لا على مستوى النتائج لا على مستوى الأداء ديال فريق الجيش مالكي بالترسان البشري اللي كيتوفر عليه الفريق انتظرت على الانفيصال على المدرب ميشنيفيتش ومن بعد من نوص نرى طيبات مع بنوني سمعت بدا أن يمكن مع الراجا ومن بعد من نوص معنا الإعلان ديال إبرت فيليو ديال صراحة المصار دياله في تسوعد وثمانين رجل كبير كبير في السن إذن تشوف الحاصيلة دياله كتلقاه درب في الجزائر درب شبيبات القبيل درب مجمع من الان ديال جزائر درب جزائر درب منتخب ديال السودان كأس ومن في القي الأخير كان في قيدات منتخب ديال بوركينا فاصو مع المنتخبات كي يدير عامين يجد المواسيم الان ديال ما كيفوتش عام كان درب فريق الحساء شوف غير تجارب دياله في المغرب أو حال مدريب الراز عنده أبون موند عام ديال عاما كي يكمل شعام مع المنتخبات كي يكمل عامين مع الحسانية كان موسم سيء جدا موسم كاريتي مع الحسانية مع الدفاع الحساني الجديد حضور باهث جوش ديال التجارب دياله في البطرة الوطنية كانوا فاشيلين هو ربما أنا كنقول اختيار دياله من جانب إدارة تقنية ديال الفريق الجيش ملاكي بنية على التجابة دياله إفريقي أنا كنظم لأنه تجارب دياله اللي كانت نسبيا شوية لأفريق هذا ونقول لأنه ممكن تشوفه تسارة مع الانديا يمكن أفضل فترة هي كانت مع مازينبي غا تتعفق معي وكانت مع النجم الساحلي تونسي ممكن تشوف ديال التنقلات دياله في إفريقيا ربما كتقول بأنه عنده خبرة إفريقية بالنسبة لبطرة الوطنية نتمنو يعني نتمنو يكون الأفضل يكونوا أسع حمزة خبرة الإفريقية عند دراجة غير أفضل المغرب قريبا كتلاح في الأوجوة أوروبية ملعب مزيان كيف قال ماتش ديال الماني ومعه جديدة ديال العام اللي فشل فيه خبرة إفريقية خبرة إفريقية خطب متجاوز صراحة معه جديدة كانوا عنده لعبين متسميزين بدرول المسألة دا الخبرة إفريقية هذي هي اللي كتعطينا مجموعة من المدربين اللي كيجيوا بحلال المغرب ولا واحد ترون بلان ديال الإيجازة كتقطيها وكتمشي على تاني وكتبقى في الفرق معاهم مضربة معاهم في يفليليتيج إلى آخر ولكن بغينا النتائج بغينا فريق الجيش الملكي توجه شوف أنا بالنسبة لي هذا المسألة هذا خطب متجاوز ممكن تتساقر على من أوروبا الشرقية وفي مجموعة من مناطق العالم وعندهم أفكار جيدة ومتطورة ما يمكنش لنا اليوم نقولوا بالليل الاختيار جب سبب رياضي من غير التجربة دياله مع توبي سوما زينبير ربما كان الرهان على الباقكوغ الليدر معاهم هذا هو التفسير الوحيد ما كان شي مبرير لي خلينا نتاقلو من من تشيزلاف خصوصاً خصوصاً أنه إحنا في اللول كنا ننتظروا واحد البروفيل اللي يكمل العمل اللي دارو نابي مع صطف ديالله نشوفه فريق الجيش الملاكي بالنفس لفاقسيان فريق كيلعب كرة قدم هجومية فريق اللي قدر يخنقك في التلوط الأخير ولكن مع الأسف قاعد ذيك الخدمة اللي تبنات تلغات مع ميش نيفيت اليوم نزلنا واحد لفاقسيان آخر هذا المدريب ما غديش نعطيه حكم لأن الحكم بطبيعة الحركة يبقى في الملعب ولكن من ناحية الشكل وعلى الورق كنا نضرب لهذا الاختيار يسأل ربط المدريب جديد كذلك فجأة ودون سابق انظار البرتغالي خورخي بيتشاو تمت إقالته من طرف التفال حسني الجديد ونعرفه من بعد المستوى الرياضي والمالي كذلك لأنه تم طرده العقد فيه موسم كان باقي له الموسم الجديد لا نعطيك كان باقي فيه الموسم الجديد ولكن لا لا تتفاجأت بقرار لأنه لم يكن حركة توحي أنه سيكون وتمت عيين زكري كانت تمنع له حد موفق مع الدفاع الحسني الجديد أنا تفاجأت بقرار لأنه لم يكن حركة توحي أنه سيكون انفيصال على مستوى الأداء الجديدة تلعب كرة زوينة هذه البداية للموسم وخل نتائج متوسطة ولكن ما هي مقابلة وما هي مقابلة أمام الجيش؟ قدموا مقابلة كبيرة تلعب كثيرا تلعب كثيرا تلعب كثيرا كرة جميلة مدريس عادي لا ما عاديش ممكن أن نقوله عادي لأنه ليس عادي لأنه لم يكن سبب رياضي واجه لفريق الدفاع الحسني الجديد ينفصل على هذا المدريب كيف ترتيب البطولة للفريق لم يحقق نتائج الكاريتية كيفما قلت كرة قدم حديثة أنا أريد أن أطرح السؤال كيف ترتيب هذه الإقالة؟ نريد أن تكتب للفريق حسنية أكادير وصلنا بها ميساج لأننا لا نساعدين له وهذا فريق جديد لأنه يوجد البطولة لأنه عندما تصغرب مدريب استعدت معاك القسم الأول يقدم معاك كرة قدم جميلة البطولة ككل قابل للتطور تقدر تلعب على الكؤوس بقدرتي قادر كتكي المدريب نريد أن أتعلم كان هناك شيئا جديد 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 أختيار المدريب كان جيد وعلى المستوى الطاكتيكي سأكلم بعد تقول لي لعب كرة لماذا تقول كل شيء؟ أنا كنفطرت جدلا والله وشاهدون على ما أقرأ ما عندي شي خبار ولي في شي حاجة واحد شوية دي اللي اللي عندي مع البطولة هادنو القرارات جنرالمون كتكون شي حاجة اكس خاص بك فيها شي مشكل داخلي اللي ما غيمكنه شي يتقال بره والدليل على هاتي اللي كتقول أحمزة وأنه يعني أنقلاب العربية مو سيانة جديدة ربما عندهم عندهم مشكل معاه وحتى الجمهور متعت شوية من هاد القرار طبعا الحال حنا ما كانت ما كانت تكلموش على التعيين ذاكريا بوبلي كيف ما قلت كنت من له كامل التوفير كنت تكلموح نغي على منطق كورة القدم هاد الأمور هاده ما خاصتش تكون داجا اليوم كتحت ذاكريا بوف في ذا سيتيواصيين اللي ما شيهو مادو كيفاش مدرب ما بداش معك الموسم ما بداش معك تحضيرات غادي تجي واندي تطالبه بنتائج هابوك تخيل المنتيف ما تخافش وهذي هادرة كتبقى فهمتيني اه والجمهور من لي غادي توصل كاس العرش وغادي بغيك تنافس عليه هذيك ساعدة تقول لي هادرة آخرى قرار صراحة ما كنتش كانت ناوه وانتمنى وميكونش عنده شي وقع وهو متفقين بأنه فريق الدفاع الحسين جديدي الموسم اللي فات يعني موسم متمييز وبهذا المدرب هادات سطعوا باش يحققوا صعود البداية لهذا الموسم كنا كنت نتاظروا بأنه الفريق يعني نشوفه بأي وجهه يظهر كيبال بأنه المدرب كان عنده بصمة باش ما اقترفوش الحمزة انت قلت يا قبيلة باش تنتاثر على الجيش جوه محقوجي انتصارات انتصار داخل الميدان وانتصار خارج الميدان على الجيش داخل الميدان وعلى الزمامرة خارج الميدان عند مجوج انتصارات وتعادل سبعة ديال نقاط في خمسة ديال جولة انا كنظن حاصلة محترمة ما كيش فريق اللي كيبال متفوق ما كيبانش وجديدة رادي يمزيان يعني ماشي احنا شوف حلان وشكي احنا بسبل زكريا عبوب نتمنى لكم التوفيقين كان قولوا واش كان الاختيار ديال التغيير من جانب الرياضي محل واش الناس ما مقتنعيش را انا امتفق مع دريس جديدة يمكن كيقلبوا على الأداء كيقلبوا على التتوج بلقب البطولة الوطن هذي يعني ما تستفهم وكيبان حتى بأنه اللي يعزز لهدرا ديالكا حمزة هو الجمهور لانه كما قال دريس راه الجمهور في مباراة أخيرة تلقوا معاه وكي يحييوا المدرب وشفنا حتى بعض الشعارات اللي يعني كتشكر المدرب على اللي قدموا الفارق الديفي الحسين الجديد كيبان هنا كتبان كتبان علامة استفامت وطرحة حمزة بالنسبة للمسير واش المسير كي ياخد نهارا كي ياخد القرار بأنه يتعقد مع المدرب وش كي يكون مشروع وكي يكون تيقع لذيك المدرب ولا كتكون غير محظة يتعلم انا بالنسبة للإداريين والمسيرين ديال الفارق اي فارق بنحقهم ياخدوا القرار اللي يبالوا مزيان ولكن 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 خس المسيرين ديال النهبي ما فيهم جديدة واحنا ندخلهم ندرهم بعد على المعات الساية خسنا نتعلموا نتواصلوا هتخرج وغتدير بالاغ رسمي كي يبرر وكيفسر الخلفيات ديال بعض القرار وكي يخرج واحد كي يدير خرجة اعلامية بحارف اوروبا وكيكون ناقاش ما فهمت شنايا هادي هاكورة ماذا مصنعها لا السياسة لا الامر استراتيجية ولا شي حاجة اللي فيها مصير ديال البلاد والناس ما كتتوضح ما كتتواصل وديك ساعة كتفتح الباب الإشاعات وكتفتح الباب التأويلات وكتخلي الناس ربما يبدأوا يشككو في اي حاجة وكهادي رسالة باخرة ما غي يسمعوهاش وما غي يديروهاش نعودوا نقولوها المسيرين فارقينة الله يرحم الوالدين تواصلوا مع الناس او تديروا بلاغات هادي اكين واحد لعبة كتديرها ريال مادريد ولات معروفة بيها كوميونيكادو اوفيسيال كوميونيكادو اوفيسيال وكتخرج وشكتل قامتنا شي اسباب مضحكة ولكن هادوك الناس عندهم امانة دا التواصل اي لابا تديروا لها بلاغ رسمي بسيط مكتوب جوج ديال الفقرات كان احترمو فيها الدكاء ديال الناس اليوم الزاد والرأسمال اليوم الجمهور وكان وضحو لهم بات الامر سهلة ما تخسر عليها والو ارامشيش انا مقولها ارامشيش امور مصيرية وخطيرة وحساسة اكورة اغاكورة تصرفيه في نهاية المعطاف كان عقدور امر ندوزل الموضوع الاخر الي كي خصد الحلقة هادي المغرب الفاسي اللي بعد انطلاقة صعبة فترة تحضيرات صعبة الفارق خرج من واحد المخات صعيب مستثمرين جداد بادارة جديدة بشكلات عودة تقريبا Pass الذي بقي الدخول كان العين لبauft المدربي كان عليي نقاش اللي هوارينا كانت التس LE Angel مقابلة هي واصلة امام الويداد ثم اثنا بعد واحدة سلسلة تعطط ابقى البطولة ابقى البطولة حديث القرار ديال اقالة المدرب ابقى السامل مؤكد في انتظار الإعلان الرسمي وغالباً مقابلة جديدة لا يكون المدرب أرينا هذا خبر؟ غالباً طبعاً حال الأمر كانت تغير في طريق ما تقدرش تتقف لكلوب دينا ولكن شي بمؤكد أنه لا يكون أرينا والمدرب المقبل ديال المغرب فاسي في مقابلات الجاية شباندك في هذا الوضع؟ مؤكدة حمزة مؤكدة لا يكون شي بمؤكد أنا اللي سمعت قال لك لارا كينسي أمن الجمهور على الأداء ديال المدرب لأنه ما حل حصل الرقمية ديال المغرب فاسي حد لأنا حمزة ما حل حصل الرقمية؟ سبعة منقاط خمسة دلمات كانوا هزائم متتالية في منافسات دوري التمييز ربما طريقة قالوا لي بأنه إحنا اللي بغي نتائج في البطولة لا يهمون دوري التمييز هذا شي اللي وصل بأنه ربما تجديد ثقة فيه لا 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 كانت مقابلة القوضة أولاً مقابلة أكادير كان ضن اللي طرح مشكل عند الجمهور هو اللي ما فهمش الجمهور عارف الوضعية ديال الفارق وعارف إن الفارق ملاب على تحاجات العام والهدف هو البقاء وبناء فارق متنفسي اللي عم جاي إلى آخره الجمهور دلمصد كيف مفكورة وجمهور دلمصدكي وعارف شكي يدير وعارف شكي يقول ربما اللي كان مقلق شوية كان ضن كان شوف أنا كان قرأ شوية كان عندي تواصل مع بعض وشجاعي المخضرامي اللي كبار شوية فلاج ولي كما كان قوله الاتقال هذا مني كتجي ماتش ديالسي طوان ما حققتيش انتساء ولكن قدمتي مقابلة جيدة يعني الفرقة بدت تشد طريق ديال كتجي الأقادير كتتقلب كل شي وكتجي الكودام اللاعبين المهمين كيقلصوا البنتوش وكتقلب الفرقة وكأنه بشي ديربي اه اختيارات ولكن اختيارات خاطئة غير مطمئلة نظن ان الغضب ديالجمور مبرر مبرر أنا أكبر الناس اللي كنكون ضدت تغيارة دياللمدربي فلوديا اللي اللي عم ولكن بعد الأحيان حت الفرقينة تبسك لنا مست مرحينا حمزة في مجموعة من المحطات ومشي عند الماس بعض الفرقات تحتاج الديك لك ولكن ما كنوسيوش بيانا أي فرقة ما تشاويش معالي غزولتات أوووووووووه ابقامون كين شرخ حتى وصل الطاقة متاعي ما بين المدرب بعض أصدقاء الي حضروا التدريب في مدينة فاس المدين كين شوية ديال اه اي اي اايا اي اي او مسألة كتبان مسألة كتبان وصحح كيف ما قلت الجمعور دان المغرب الفاسي كان نظن بليراه واعب لهذا الموسم اه صعب التنافس على لقابة الوطن الوطن الهوطني احترافيا لأنه فريق المغرب الفاسي يخرج من واحد المخاب لعسير وفتحنا النقاش عليه أكثر من مرة هنا في ميطا لكن النقاش الحقيقي كان حول هوية اللعب والأسلوب صحيح أن الجمهور لا يتسننها ولكن المغرب الفاسي رأي فرقة كبيرة أعطتنا لعبين كبار وعنده جمهور وعنده قاعدة شعبية كبيرة وبالتالي لا يمكن أن تشعر التلفزيون وتلقى لا يوجد اللعب وبالتالي مرة أخرى لكن أدريس غير باش نقشو دبا سيلك تقول الماس كيقلب على هوية اللعب الماس فارق دي الألقاب باش قبلها ندرنا على الجديدة قلنا على الماسي فام واش جديدة كيقلبوا على التتوج بلاقة دي البطول الوطنية الماس العكس الماس فارق غير مسما مهمية ما يلغى باش مالغير الألقاب والعلاقة للبوديوم والبوديوم واش الاختيار ديال هاد المدرب في الأساس دياله واش ماكاش خاطئك هذا هو الناقاش لأننا نقول فلوه لا ولكن أموة حمزة خسك لا الهدف المحدد لا 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 نقولك الهدف المحدد مع المسيرين هو البقاء يعني كذلك المركز عاشر تاسي الهدف الرسمي المحدد هو هذا الهدف الثاني عند المسيرين هو أنه هاد العام بيحول الله إلي كيدي وقع اللي يتيج ضعيوغا أنا كنقول لك في الشتاب غير يكون ش مركاتو باش هدي مزياني عرفة الجمهور ديالماس والثالث هو بناء فارق للعام الجاي إقراطي البوديوم مع ربع الوان اللي كيتشترحنا واس البروفيل دا الأرينا واحد المدريب قادر يبني لك أوساته يغد الفارق تانا فوسي هما بالهم باللي المستمرين والناس اللي كيسيروا ودك شبالهم والإدارة الرياضية وكل جاي بالهم في الفترة الكاستينج اللي كانوا حجوج ناس خورين مع آرينا لأنه هو ربما البروفيل المناسب خصوصاً وأنه مدريب براتب مرخيص مقاتل مع الصوق متيني كي يكونوا اختياراته كا كي يبني أنهم ما صارحين شا تختيارات الأنواجه بتصحيح تصحيح بروفيل مناسب بروفيل مناسب مازال ما بكين أسماء كتسرك الفليباج وكاننا نقول ها هادوك أسماء يروجوا لهم دابا اللي عندوش يسمي بانسور 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 أنا عندي البروفيل اللي هذا ولكن ما غنقولوش الدابلا إنما سنبغير نروج لسه واحد تكون واضحة ولكن أنا كان ضمن المشكل الأساسي اليوم بنا ندوزهم بعد الموضوع آخر والخلاصة اللي كاتب لي وما عدوش متصفقين معي وانا اليوم البطورة الاحترافية الكاستينكي دار الصيف غلط تتل دورة خمس ساعة كنكتشفوا أنه ممزيانش واعد كنصحه هابتع ليش يا حمزة لأنه فرق ما كي أمنوش بمشروع رياضي ما كي أمنوش يكون عندك واحد الموضير رياضي من اللي كي يكون عندك شي مدريب ورا كي يخدم شهادة لي الله الماص الماص في هاد الحالة خارجة اه لا الماص نحن عنده دار مجهود دار مجهود ولكن فرق كبير اليوم كتبغت نفس على الألقاب ومعنداش موضير رياضي لأنه هاد الموضير رياضي اللي كنت تكلمو عليه نعطيك مثلا أمتي لحية تسين باور ونابي راه في المومون اللي مشوا فيه كان خاص ديك الساعة الموضير رياضي مواجد واحد لا ليس دي المدربين وبروفيلات اللي يكملوا العمل دياله كتتسافد تسين باور كتجيب مدرب كي يلغي لك تسين باور كتسافده أو تاني بعد خمسات الجولات كتجيب مدرب آخر بهوية جديدة وكتلزمه بالنتائج وكي تسالي هذا ما من غير الليتيج وصداع والتطحونات والأمور اللي خداكم عارفينه ماذا بك نتكلمو على المص الكوديم حققت الصيفة قادية على حساب المغرب الفاسي في الديربي جو بانتحر توطوط الكوديم سنتسال الديربي عميش حقا نتكال شو أخوه عظم عميش حقا للأسف ولله حسن لحد لابا الناس عارفيني أنا أنا كناسي مصاوينهم عميشيني موين وللأسف وانا كرا مزيال شوف وانا كرا مزيال الفرقة أحسن تلاقي لأي فريق هي في الديربي من كتربحها الجار ديال كتكون أحسن فيه وانا كنظن انا من الغلاط في در آرينا وانا ما فلمش ان هذاك ديربي وخصوا ياخدوا بحال ديربي ومشي أي ديربي ديربي اللي رجع بعض غيابين طويل أنا كنظن هنا في كان أدروع البيئة وتكون عارف البطولة كي دائرة وعارف الحساسيات الماتشات لأن الماتش ديال الديربي أنا كبرت من كناس سي محمد أنا كبرت من كناس وكبرت ومصاوي الواحيد في الدرب فمسيني رأى السيمنة اللي كنت كتربح فيها الكوداي مرة ما كنت كنخرج والسيمنة اللي كتخرج فيها كتربح فيها مص هذا الدرب اللي كيشوفني كيقلبت دورها فمسيني والمقابلات ولا 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 مقابلات لا في البطولة لأن في واحد فيه تقل تاريخي فيها أمور رمزية فوالا روابط شدان القرب كذلك ذلك شي اللي كي عجلنا في الكورة فمسيني شي المكناس كتلقى ديك النار ديال الماش كتلقى رواش فوالا كتكون محركة إلى آخر رضا يو كانتمنوا أن نبقى الشرف يرجع وشي يجي عند شي وتفرجوا بخلطين في يعني التيران يكون عامر إلى آخرين لأن هذا شي اللي كي يدير حلاوة كورة الكودام حققت الاستفاقة ديالا في الديربي ديالا أمام المصر بقيادة ديالا السيعة بالحيث بسنة بن سلطان ومن بعد كأستمييز كانت نتيجة كذلك إيجابية هاد الأسبوع أتخرج عن توارقة ما نقولوش أتخرج غير الخميسات كنا نغير لعبوه في الخميسات ضنك حداهم أمام توارقة ربما هي فرصة سي محمد أنه تأكد الكودام الاستفاقة ديالا سيكون نتيجة إيجابية في انتظار يتحل الملعب الشرفي ديربي لأن الانتصار مهم جدا ولكن حمزة را كان مهمة لبن سلطان لأنه بن سلطان قبل المارش را كان نضع عليه شوية ديال الصداع نظرنا أنها كانت ربما كان على الفرصة الأخيرة كان كل شيء يقدر عليه هذا أسباب را من التحمل المسئولي وكان نضع عليه الصداع حيبون سايمين وانتصار جاء بالنسبة له توقيت استراتيجي الانتصار دياله فين وفي الديربي على حسب فريق دياله السابق يمكن هنا طلعت شوية رجعت ثقل بالسلطان غير هو من بعد ديربي غادي جي مباراة ديال المباراة ديال توارقة توارقة مع سوء الحظ ديال بالسلطان جيتي مع فريق رأت هو من الفرق القوية هذا الموسم هذا وفريق ديال تحاد توارقة هنا غا تبغي تأكد واش يعني هذا الانتصار كان ضربة تحظ بالنسبة لفريق النادي المكناسي فالماش ديال الماش خصوصا نضيعه بلانتي مع التلاقة ديال الماتشي ايكو قلب التفاصيل ديال الماتش واش تدخل فيها الحظ ولا فعلا بأنه بن سلطان ولا خدر الريتم دياله وإقاعد دياله مع فريق النادي المكناسي كنضن بيانا مباراة ما غا تكون سهلة هيكونان ديال تاكتيك زوين بين زمراط و عبد الحيا بن سلطان جوجهم تاكتيكيين مخير والنادي المكناسي اكثر فريق تضررها هل موسم من غياب ديال الجمهور رأنا عم نعم لا لا ديالاني قشف فيها كيف ما هما كيف ما تانجا كيف ما تانجا كيف ما تانجا جزئيا لا ولكن الماتشات نديم كناسي في ملعب البلد في قنيطر الماتشات دياله كلهم بيدون يجومهم اه تانجا مكتلع بلجوم تانجا مكتلع بلجوم اه هي وطانجا جي والماتش كذلك مني تشد الحسن ثاني واحد لوقت دابرة غير رجع من الحسن لحد ديال الماس ثلاثة ربعد الماتشات دايق هما الماتشات اللي تعترات فيهم الماس سيئتعترات بلغياب ديال الجمهور كان عارفوا اللعاب المغربي الحضور ديال الجمهور بنسبة له مهم زف وهذا الفورق هذو الكلاسيكية الكبيرة بحل كودام بحل قنيطراء بحل الماس بحل الكوكب العميد ديال الجمهور مهم فيهم زف يعني انا حضرت بعض المقابلات خاصة الويدات اللي للي كودام لا الماس براس هفريش كانت في القسم الثاني بعد الموابراه ترى تربحوا بالجمهور زمان بش ما كون المقابلات الماس والكودام الماس و الويدات في بداية ديال البطورة جمهور كانت تبارك الله حسين الثاني كان بلاك خاكي اللي غير العدن هو الجمهور هو الجمهور بالحضور ديال لزمان قناش نكتبوه على راسنا لابخيزنز ديال وشوف رايك كنا نقشنا في الحلقة اللي فاتتها حمزة قلت لي أنت وليد قل لي شكون يمكن هذك القضية دي الغيب الجمهور راها تسريع على جميع انديا لا كين انديا اللي تتضرر من الغيب الجمهور الانديا اللي عند القاعدة جماهريك ورجعنا ربطنا الويداد في منافسة الأفريقية شحال من مرة الجمهور هو من أعاد الويداد من نفسه وللأسف قبل ما ندوز للموضوع الأخر الحضور الإعلامي دي النقاش كيحضر غيل واحد الفورق بذاتها لعندها عندها ولا ماشي تتتقل عندها حضلة بخيزانس ميدياتيك هنقول لها نيشان بعطلت الزملاء كتلقاها كيميل واحد الفرقاء على الأخرة احنا ولي حوز الحمد لله ما عاش نتراك تتفرج فينا مرة مرة هندوه على كل شيء وانا كان فتح الباب ديالي كل شي كعرفنا في وسائل التواصل اللي عندو شي رسالة ولا عندو شي ملاحظة ولا هدي اجي قولا ومرحبا به هاد الهاد الحلقة وهاد البرنامج هذا الدار لكل شيء ومدرش هنقول لها بالضبط المركز ديال لاكس كازارباد حتى نكون واضحين في هذه القضية والدليل وانا نغل نقشو خريبك صحي هناك حراك أولمبيك خريبك كان بلغ ديال الالتراس ديال أولمبيك خريبك احتجاج على وضعية ديال الفريق لوسيكا كتعيش بتخبط في السنوات الأخيرة التراجع شوية الوراء ديال المكتب الشريف في وصفات ربما الفريق هتشالك يقولون المشجعين ساسوفو بنا ساسوفو ادريس شكي بلك في مستقبل ديالوسيكا ربما في الحلول بالنسبة لوسيكا أولا من المؤسف نشوفه فريق بحر اولمبيك خريبكا وصل هاد الوضعية فريق اللي كنا متعودين نشوفوه زع ماسوفو في البطول الوطنية احترافية يشكل لنا مع بعض الفرق أخرى مباريات كلاسيكية جميلة في البطول الوطنية احترافية اللي قد نأكد عليه هو أن هذا الوضع ليك تعيش اولمبيك خريبكا هو نيتاج يعني تاركومات ديال مجموعة من سنوات كانت تكلمو على واحد حداش العام تلتناش العام ديال الأزمات والسبب الأول فيه هو الدعم ديال المكتب الشريف الفوصفات مبقش هو هاداك لأنه كانت واحد الفئة من مكونات فريق اولمبيك خريبكا بغد تسحب رأسا شوية من التعم ديال هاد المكتب ولكن الأمور نقال بات وبان باللي الفرقة يعني خارج الإطار ديال الوصيبي ماشي هي هادي اليوم كين حراكة في مقلتي يا حمزا وكين جمع عامل غادي انعاقد والحلول الله راه واضحة أولاً ما هي الفارق حمي كنوس كيقول لأنه بالأرقام الفارق كان عنده مش نعطي قال هذا الفتصريح للزمال أدينا في الزمال أدياري دزام بوائم آه أن الدين ديال الفارق أولاً المديونية كتوصل المليار وخمسمائة مليون سنتيم فهات السياق خلصوا منها تلتمية وخمسين مليون سنتيم وهذاك شي علاش ما قدروا يديرو تنتداب هات العركاب فهات السياق الرئيس اللي خسوي جيخص أولاً يتعاد يعني بضخ السيول المالية اللازمة للفارق باش يخرجوا شوية من اللي يتيج باش يرفعوا المنح وكنضن باللي من الحلول اللي تقدر تكون هو نرجع شوية للويصال والتواصل مع مع المكتب الشريف للفوسفات أولاً وعلى الأقل نسافده من المنشآت الرياضية ديالو كان حل ديال الانخيارات في المشروع ديال الجامعة ديالو سيبا باش ترجع فريق تحد أو لأولمبيك خريبها للتكوين من غير هاتشي كانت مشكلة كان مشكل إداري ديالوستاتو اه واش غي يخد دعم المحلي ديال الجامعات وشك يخدونه كانت مشكلة دعم المحلي ديالو سيبا طارح مشكلة بالنسبة للكلوب خصوه دابا يدير وانترانسفورمسيون باش يدوز الحاجة أخرى تخريبها مدينة ديال القورة الخصوصيات ديال المدينة ما كتسمحش باش نكونه في تخريبها شحال من اللعاب عطاط للمنتخب الوطني ضيورة باتتافش ترجع المستوى تخريبها ضعنا بزب ديال اللعابة كانت تخزن المنتخب الوطني مغربي وكان المباراة ديال كم أقل دريس ديال ديال أولمبيك خريبها مع الرجاة مع الويداد مع الويداد كنت تخريبها ماشي كان بسهل بأنك تنتصر على فريق أولمبيك خريبها لا داخل الميدان ولا خارج الميدان وحضرتين تعال ديال نقطة ديال خزان لا 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 داعي باش نرجعون ذكروا بأسماء كثيرة اللي شكلت العمود في قارة ديال المنتخب الوطني مغربي في السنوات الماضية يمكن كتذكر معايا غاب القاريب في سنوات القريب جواديامي لانا غانه دعو المنافسات الخارجية أولمبيك خريبها مباراة ديال السطيف مع أولمبيك خريبها مجموع من المباراة غير والوضعي حاليا غير اللي كيبان بأنه أولمبيك خريبها في السنوات الأخيرة الوضع دياله لا تصر على مستوى النتائج على مستوى تسير العملي فات العملي قبل منه كانت مشاكل سيرية كيجو أسماء كيمشوا بحلوم كيهضرع على المديونيات على مشاكل مادية هاد العم هذه يعني اللجات وتكرست هذيك الوضع يلي كيعيش فيها الفارق هذا درسه على المكسب شاف الفصفات اللي غيجي خصه أول ريهان بالنسبة لي هو ضغس يولا مديا بسبب الفارق والتالي شناي قلت سمح لي قطعتك أسيم محمد من طروري نرجع الأصل لأنه لفيرسان ديال الأولمبيك خريبها مع الوصيبية كانت مزيانة كانت كتنفس على الألقاب كانت دائمة الحضور في القسم الأول وبالتالي مدى بنا نعود نشوف هاد الويصال كي رجع وخصوصا خصوصا أنه الأسماء اللي تعاقبات على الرئاسة على الأقلغي في العام الأخرى ما وفوش بالعهود اللي اعطاوهم وبقى بقنا ضايرين في نفس الكاسات ديال ديال ليتيج وديال تخبوطات وشوفت أنا الصورة باش نقوله الله حسن العون غير لا يحسن العون ديال عزيز كركش ما عارش واشتي الصورة الآخرة ديال 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 السب والقدف دروري أنا كافت حقاوص عزيز كركش ربما يقول لك واحد ركا ندفع لنا موارين موارين ما تلاقيت عزيز كركش ولكن غير الصورة اللي حزت فيه نفسي غير أنا حزت فيه نفسي بأنه الجمهور في المدراجات وهم كونتاكت مع المدريب ما كتعرفش الوضعي ديال الفارق يقول لي حسن العون ديال لذيك المدريب وكاد جيس وكاد تسب فيه هذا وما يمكنش أرا كيني نعاو تاني واحد النيقاش غنفت فيه ماكا همزة وقدر نكون غالط أرا كيني الناس اللي مكاد تبغي تخلص موح المدريب كاد تصيفت لواحد فيه أمل الجمهور يسبوه هذي كاد طريقة سهلة باش تصيفته بحلو فلا يمكن بأنه مدريب كين طرق باش تحتاج على النتائج اللي قيقدمها عيواض باش مشي تسبوه لذي والأمر ديالشد وكاين صفحات وكاين مستفد شي كله عارفينو احنا يا تماما هذي شوارا غالبا خليني تساكت خليني تساكت قال لك كنعودكم واحد الحكاية بدون ما نسمي الأسماء واحد الرئيس يحكي ما غنقولش نسمي ديال الرئيس من الرؤساء اللي معروف في الأنذية الوطنية وما بقاش قال لك كان كيسير واحد الفارق ومشي واحد نار وذيك الفارقة دياله ما كتحققش نتائج إيجابية نسيسي نتائج سيربيا وقف هو في معالم الجمهور وواحد كيسب فيه وما عارفوش دار قلو رعا شكتسب؟ قلو رعفلان يمشي بحالنا قلو زيد سبو عطيها وكيسب فيها مع العنبي انا قلو كيسبو مكعر مش رعيس مش وقالت قحصف ذالي قحصف ذالي تحية لاتسي ذاته رأيس مشي لكيسب قلو زيد رأيس السحق أنزلوا شوية نبطو شوية للتحت أقصم الهوات بطولة ديالهوات تؤجل مرة أخرى لأسبوع القادم كانت منه مع التشوية الخاكي باللي موحل والأنديا ديالهوات عددها مئة وثلاثة النادي ديالهوات كلهم كيتسنون بطولة الناس كتخلص فلاسالير معتفوقش كانت تكلموا على حوالي مليار ديالسنتيملي تسترفع اسم عندها الأنديا اللي هي فقيرة أصلا وما كانت تحتفل وما كانت تحتفل وما كانت تحتفل والبطولة مطلع وكانت تتحفل لا لأنه المشكل المشكل اللي كان واقع حمزالي كان وقع العملفات كان القسم الوطني هوات كان صراع من أجل البقاء كانت تولتي ديالتحاد سيري قاسم سيري قاسم كانت حسيمة لأن سيري قاسم كانت قبل دورات محسومة بأنه ستنزل للقسم الأول هوات كانت صراع ما بين فريق الطاس وفريق ديالتحاد سيري قاسم حتى الجولة الأخيرة فبالتالي الطاس كان يقلب على الانتصار ويجمع الوحيد الماتش الوحيد الماتش كان يجمع مع الفريق النظر فهذا الماتش كان الطاسك يعاول بأنه تكون شي نتيجة سيليبية للفريق النظر فالتحات القاسم كان رابح في الشوط الأول في الشوط الثاني عادي فريق النظر ورجع في النتيجة وبالتالي من بعد منها كانت طاحت فريق التحات القاسم وكان فريق الطاس كان حديثة حمزة بأنه كانت جيلات صوتية ما بيلعب من تحات القاسم وشي واحد من من الطاس ولا ما عارش مهم كانت جيلات صوتية وكانت تلاعب فبالتالي تحال هذا الملف على لجنات الأخلاقيات لجنات الأخلاقيات لجنات الأخلاقيات حكمت بأنه هذا اللعب سيليبية توقف لما كانت شغلت واحد ثلاثة سنوات وغرامات مادية والطاس سيطبطها سيليبية والنظر ستقبلها وحسنا بدينا لجنات السينف لجنة السينا في مخرج والبرنامج ديال البطولات سعطاء هذيك فالكيس موطني الأول وهذيك فالكيس موطني الثاني والغري في الأمر هو بأنه الناس ديال الناظر ما تنكي يقول لك حنا خليتونا بلصنا ولكن علاش ديرين مبارا مؤجنا إذا كينا شي حاجة ما زال ما كينا إضافة هاتي اللي تفضل بيها سي محمد لازقلت لي السي مينا الجاية غير جاو مع عبد لا حي عشي أنا قلت لأنه القرى ديالجنة السينا في مخرج قلت لك إضافة هاتي اللي تفضل بيها سي محمد هاتي الموسكين باطقوا عليه مشاكل أخرى من بين هاتي المشاكل هو نتكلمو على المعطة ديال تجيل الأمل ديال التوارق و ديال الجيش ففي العصباء ديال الشمال هم يتواجدوا في الغرب كين وحي تشرخ اليوم واقع ما بين الانديادة الهوات و الإدارة التقنية الوطنية و النقاش علاش فرق ديال الأمل يشاركو بالأيوبان تقوامشي بالأيوبان تيال نتكلمو على عدم تكافؤ الفرص ليومي أساسي هو هذا الموضوع يجب أن يتحل لأن الفرق ديالجه هي غارقة في المشاكل و غارقة في المشاكل و غارقة في المشاكل و لا يوجد أي دعم يعني كافي و كتخلص لي صالير دال اللاعبين دال الأطقم التقنية و خلصا نشيرو حد المسألة أخرى حمزة عفوان هذا الفرق هذا هو ترى ما كي نشطوه شغل في الرياضة و كي نشطوه في السوسيال رأيك فيه أنه تجمع واحد اللاعبين اللي كتكافؤون من واحد المجموعة من المشاكل مجتمعية و اقتصادية و كتحطن في واحد الفضاء تنفسي في الرياضة دائجا رأى فكلين واحد المشكل و بالتالي خصنا نعجله هذه رسالة المسؤولين خصنا نعجله بالحل و القرار دال السينة فأنا كنظن ما كانش خاصه يأخذ هاد الوقت كتير أنا بالعاكس نقول لكم محت القادية مش بعيد و ننسعه شوية نايقاش أنا مني كان حل عيني و كان شوف دال لايف و كان شوف مباراة دال الهوات كل فرقات قريبة محلية في أصغر مدينة في أصغر قرية كتلقى عندها جمهور هاليوم جمهور وهذه الخصوصيات دال كورة القادمة من غريبي هذه رمكينة في تبلاصة أفريق كاملة أفريقية كاملة و أنتوكا و مام فلوروب ماشي فقاء البولدن من غير البولد اللي عندها تقاليد كوراوية كبيرة أعطاك دامة مثال تلقى مولود ديال داخل عندها جمهور ديالها صحيح طانطان عندها جمهور ديالها شوف تيزنيت طبيت الحلّب اليوم أولت على مفارقة حمزة شوف عندك عندك أندية مرجعية في الهوات وكلم عندهم قاعدات جماهرية رائع ان تضر على الانديية ديال فتحه إلى النظر؟ رائع رائع و ما أدرك ما هي للنظر؟ عندك الحسيمة اللي مع الأسف فارق شباب ريف الحسيمي الوضعية لا تسر ولكن رائعب و حشومة شباب ريف الحسيمي في ديال الوضعية مشي معاكل الفارق أخر هدرنا قبيلة على أولمبيك خريب الجهة ديال خريب غا واتزام هذه الجهة تمة شا كن هو أول فارق؟ كانك يمثل هذه المنطقة في القسم وطني الأول تاريخياً مش هات لي اسمي اتحاد في قيبن صالح وما أدرك ما اتحاد في قيبن صالح وفينا هي فريق الاتحاد في قيبن صالح عندك بزاف ديال انديامة رجعية اللي كنا كشفوها أنا أطرح لك واحد سؤال سيمو واحد الفكرة كانت مطروحها وأنا كبالي هذا أول من النيقاش أنه ذاك القسم وطني هوت يولي القسم الثالث احترافي مزيلا إصطرح هذا النيقاش هذا وكنا كنا جبدناها علش؟ هذي يولي وعندها ميكانيات تكسر يتعطاهم فلوس تكسر وربما يكون حافز أكثر لهاد الانديا أنها تشتغل وغددخلها في الجو الاحترافي لذا وغنطور الكورا ديانا المغربية أنا كنظن سنو نبيست آي تشو دي تقدر تتخدم مزيلا حسن بك القسم الوطني هوات القسم الأول هوات حسن تكون القسم الوطني يولي وعندها ثلاثة الأقسم احترافية ركينا بزاف ديال البدن صحي إضافة عدم دزول الهوات يكونوا دي ناسيونال آرس وحتقا إذا الاختيار بالنسبة للفرق ديال القسم الأول والثاني كتولي واسع لي أنه أنا كنظن في التقديري الشخصي المستوى التقني دياللاعب المغربية متشابه غير الفرق اللي كيكون غير في الممارسة وفي التراك ومفل ماش حال ديالدراري جابوه من الهوات وطول البطولة الأولى من الهوات وثانية وحققوه أرقام زيدة كيني كيني بزاف كيني احداد والد أزارو اونا جمع أخناي فرارة كانت غريب تطاف وشنويدة جابوه أنا ولي هندي بوش كيلة سيمو والله كنقولها دابا وكان دي رسالة للناس اللي كيسيروه أنه مبقاش ليهز اليوم الطنوبيل ومشي تسارة ويشوف الدراري ويجيب العابة عاتش نو كيديروه لعب سوبر وفيسبوك لاو تايلا كانش باعت كيسرفوا فيديو في يوتيوب كيشوفوا صنطرام زيان كتير مزيان حمزة أناكتوت اه زيانة للعابة وراه موسيير موسييرا حمزة اللهو كانك عف دراري كويرية في الوز دراري كويري يا صاحبي او شون نظروا شعره بطولة دراري بطولة دراري بطولة او تاني فاك عرفوا دراري عاديين وصدقوكي لعبوا بطولة وكيلي درقع فلوس الله يسال عليهم مكين دراري محتاج اللي يمشي يشوفهم وكيني اللاعبين في مدن اللي هي بعيدة ونائية وكيني مهدر علي حمزة لا لعبوا لف انذا ماتكونوا موهبة معندا الله كتلقا هم كويرية وخ صغير لي يمشي يقلب عليهم وراه هو الدليل عليش زيانة للعابة وراه مانتكر اسمع كتلقاه هي يقولك وما لو ووا بنت 38 وعشرين سعود وعشرين موحظة يدور وراه مانشو ماكي عرفش عاد تعلم اللعب كويرا شتاك كبير عاد كتشفو شو واحد كويير عرفتش كونه نموذج نموذج وواحد لعقة لا نعطيك النموذج اللي كنت صادفته هنا في فترة سابقة وهدرت ما هو فجأني تصور هاد اللعاب غايب دال ماصر ديالو الاحترافي ولا غايبان غايمشي لشي فرقا حتى وصل لفاك كيهدر في لفاك هو شمس الدينش طيبي نعم صور شمس الدينش طيبي مشال لفاك ولا في مرحلة جامعية عاد غايكتشفو بأنه دريكن كلا ماتكو اللف نادي اللف كدف شارع كيمشي عاد كيبدال ماصر الاحترافي في سين متقدم جدا وشمس الدينش طيبير على موديل الزلد اللعيبين كان مشكلة في العقلية ديال المسيرين وانا شخصيا وديال النقطة اللي كنت ماد نقول لكم انا كانت سمال واحد النار واحد المحطة إذاعية بدني اسمات مو سير دالفاريق يقول لك رمليكن بو مختاروا اللعبين ارا كنشوفوا ليباوش فيسبوك واش هادا منطاق؟ منطاق اليوم في 2024 دابا عن دو بحل قادية انا ايباسي دو واحد الفترة ليكو مكانش ناسكي خدمو مني توم مكانوش غايجيبو زمامة متابريكس انا هنشرح لكم ولأ ابو شروان من اه من اه من عونات جستو مو الفترة كيدخل الموسير اه داللعاب رابغان جمهور كيجي عندو السمصار كيجري اه اللي اذاك لا اكنا عرفوه انا نجيبو لكم هيت مكينش القابلية تاسدونو بيرو موسير كيكون غايجيبوه ربعين مليون ربعين مليون هاي سني كيستقساني مية وربعين مليون وخمسين انا دو عندي امتيلة عارفوهم كان اظر معاك اللعاب كان مستفاهم معاك اه تعطيك ميتسر قدقاء مدري بولا مدير رياضي مش هاتفاهم معا اللعاب اتجيه ولدي ربعين مليون زيانة اه نجيه الشريف نجيه نجيه كيقول الرئيس رئيس كيمشي عند عند السمصار حيث اللي كيخدمه كاسمصار سيباها ناجون شنطروني شعن كيقولوا اه دك اللعاب انا نجيبولك الله راد ومعلنا نجيبولك تغياء كيجيبوله بمية واربعين كيستقل اللعاب موقع بمية واربعين غالي على القيمة ديره فوضاء صحي فوضاء بعدنا ملأتمنوا شكي دي القاسمين هواس اي باش نقولك اليوم كوموس صحي باش نادا كنظن هذا موضوع مازال غارجعولو مازال غارجعولو دريش شكرا للحضور كني قزوين نتمنى نكون دائما حاضر معاك واتكموا الاضافة المرضوني شعال ليا نرتقي في الساعة أفضل ورياضة الوطنية في حالة الحسن كرة القادمة برنامج للكرة ان شاء الله ندير برنامج رياضة ان شاء الله يهضر على كل شي ربما في السنوات القادمة شكرا لكم بزاف وشكرا الطاقم تقني الذي يصهر على هذا البرنامج وشكرا لكم على حسن المتابعة اطلقوا سمان الجاية إن شاء الله لعو اشتركوا في القناة